مين الفلوك ومسائل خالع لكم ارجو ان يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال كما كتشوفو البصوبة ديالي وهزيت المقاص والعشابة وخرجنا مشينا للدوالي وتحية للمشاهدين من طنجة القويرة والشكر لكم على التفاعل والدعم ديالكم كما كتعرفو دابا اشتاء بدات والغلة بقتل القاح وضروري جل وقت الزبير او التلقيم والتلقيم هناك ترقو عليه الزبير وهو قتل الاغصان اللي كتكون قبسة او اللي كتكون حيلة يعني من العملي فاتذة وطويلة وما فيها احتاج منفعة كما كتشوفو ضروري نزبرو والتلقيم يعني التلقيم هناك يطلق على الزبير والزبير كيحتاج في في الماضي والحاضر ماشي فقط الزبير يعني الاشجار والاغصان او الاعواد اللي قبسين كما كتشوفو ضروري ندوزو على الدالية كما كانت يعني سواء التعليقة او الدالية او اي شي ضروري يكون فيه العواد قبسين او العواد حيلين طوالين فيهم عغل الوراق بدون فائدة كنقطعوهم مجدد يعني كما كتشوفو باش يلقحونا من التحشته هما اللي كيكون فيهم العينب حيث العينب كيجي غيفة الاغصان اللي كتكون ملقحة جديدة وما كيكونش في العواد اللي قبسين كما كتشوفو يعني ضروري نقطعوها باش كيلقح واذا ما قطعنا شي او ما اذا ما زبرنا شي الدولي دينا او الدالية ما يكونش فيها العينب احنا في المنطقة جبالة او منطقة ابنزروال كنقولو الزبير الزبير هو التلقيم وبمعنى يعني مختلفة الزبير يعني هي قطع الاغصان يعني كتكون زائدة وكتكون قبسة وما كتكونش فيها يعني الغلة كتكون فيها غيل وراق يعني ما كتجيبش الغلة وما كتجيب العينب لأولو والزبير كيكون يعني فيما شي غي في الدالية يعني كيكون في جميع يعني يعني للأشجار والفواكه يعني الأعواد اللي كيكونوا طوالين وما كيجيبوش الغلة وكيكونوا فيهم غيل وراق او خصوصا اذا كانوا قبسين يعني كنزوجوهم مجدر ديالون وكيخلوا يعني غيل القاح وكيخليوا غيل عواد اللي مزيانين هما اللي كيلقحوا منك التحشته وكيطلع فيه العين كما كتشوفوا هذة هي الدليا دنا ودباجة عندي الحاولي ديالي والسلام عليكم ولكن السلام ديالو بالرأس وكما كتشوفوا أخوتي الطبيعة روعة ما شاء الله اليوم كينا شي شي تواء يعني كين أجواء يعني إصافية هذا الليمون والتين كواحد شنك يقول له وهذا زبير هذا يعني كيحتاج الوقف الزاف يعني النهار كامل أنا غير شاركت معكم غير بعض اللقاطات فقط يعني زبير خصو الوقت ويعني خصوك تكون مستعد هذا ولد عمي شريف محمد شريف تحية له من هذا الأمنبر هو الذي جاء عدنا وعاوننا وساندنا باش نكملوا الدولي ديالنا باش ما يكونوا شي يعني مأخرين في الوقت ديالهم حيث هذا اليوم عشرة في الشهر واحد يعني من يدخل الشهر ثلاثة أو في الآخر الشهر جوج يعني الغلة كتكون ملقحة كاملة مزهرة واللي كيكون فيها أو ثاني الغلة وحزم الصمطة أو ثاني باش نمشي ببلاصة أخرى كما كتشوفوا سلينا من هذه البلاصة هذه ودبا نمشي ببلاصة أخرى كما كتشوفوا نمشينا دبا وصلنا لهذا الدليا هذه تهيئة وتاني نطوا حقا ونحيدوا لأشطاب لي قبسي بش مقاشي التقلع عليها وما تكون شي وقفة بدون فائدة ودبا جاءنا أعطيش في الصباح ونقدامين نمشي نشاربون مطريين من قاعدة بير كما كتشوفوا الماء آآ سخوني ومشي بردين كما كتشوفوا الوقت البرد با حيث الماء مجين مفوهراء دبا باقي لنا شي حاجة للعنب هذا باقي من العنفات والقيت دائما يمسي لنا فيما يمشي ناك يمشي معنا حتى هو اعمل حقودة بس لنا هزينا هذه العواد اللي قطعنا باش نديوهم البغال لنا ها هو وقت لكل مع رأسك الزبيب خوتي وصلنا نهاية الفيديو ما تنسوش الإعجاب والبرتاج والتعليق دلكم وشكرا لكم وإلى فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله ما تحدد حج Worlds Lil M ما تضل شعقت